من منصات تداول وهمية تمارس عمليات نصب إن صح التعبير واحتيال إلى الكشف عن جرائم إلكترونية وقبل قليل ربما ذكرنا في النشرة حول الروبوت الذي تقول شركة أمريكية بأن مقر هذا الروبوت أو الذي يعملون عليه في العراق ما الذي من الممكن أن نفهم خلف هذه الضربات الإلكترونية إن صح التعبير الحقيقة مثل هذه الأمور انتشرت كثيرا بسبب أولا الانتشار الوسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات المختلفة لهذه الوسائل والعالم الرقمي الذي الآن أصبح من الصعب السيطرة عليه والشبكة العنكبوتية وكل هذه الأمور هذه جعلت بقدر ما هي تطبيقاتها قسم كبير من عليها لصالح الإنسان وأيضا سهلت لكثير من مجالة التطور في مجال الإعلام والسياسة والتجارة وسواها لكنها في جانب آخر هي أيضا مجال للابتزاز بمختلف أشكالها ودائما إن شاهد فضائح سواء كانت أخلاقية أو مالية أو سياسية أو مثل هذه الأمور وهذه طبعا تسهدف شرائح معينة وتسهدف أيضا مجتمعات معينة إما فيها الخلل معين ببعض الجوانب الاقتصادية أو المعيشية أو مثلا تسهدف نمط من الناس قد يكون قليل للتعليم والتجربة والخبرة في هذا العالم ولذلك مثل هذه الأمور تنتشر في الماضي كان هناك مثل قبل الإنترنت وانتشار بهذه الطريقة كانت مثل هذه عمليات النصب والاحتيال موجودة جميعنا نتذكر في التسعينات ما يسمى سامكو كان اسمه سامكو أيضا عمل مثل هذه الشبكة وبعد ذلك تم اكتشافه وصار ما صار وغيره مثل هذه المسائل ولكن الآن في العالم الرقمي من الصعوبة السيطرة على هذه الأمور ولذلك يبقى المسألة حصانة ذاتية عند الإنسان هو الذي يجب أن يحدد كيف يمكن أن يتعامل مع مثل هذا العالم الرقمي عندما يأتيك من يغريك بأموال ويعطيك أرباح مضاعفة لما أنت تقدمه هذا بحد ذاته يجب أن يثير الشكوك لأنه لا يمكن أن يحصل في عالم التجارة مثل هذه الأمور يعني واحد حتى لو يصير رجل أعمال أو تاجر يمكن يسلك طرق مكتلفة وفترات طويلة ويخسر هنا ربما سيد حمزة عندما نتحدث عن هذا الملف على وجه التحديد ربما الوضع الاقتصادي في العراق هو الذي يدفع يعني فئة كبيرة من الناس ربما من أجل التربح السريع أو الثراء السريع ترجمة نانسي قنقر